اهلا بحضراتكم مرة تانية هنبدأ معاكم فقرات برنامج التساعة بتوقيع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ايضا زيادة الحافظ الاضافي للعملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وزيادة المعشات المدنية والعسكرية ايضا تضمن القانون تعديل بعض احكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزولة مهنة الطب وتعديل بعض احكام قانون تنظيم شؤون اعضاء المهنة الطبية للعملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة ايضا تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض احكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها وانشاء صندوق ارعاية الاجتماعية للمعلمين والازهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف وشادي نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا ايو يا سيف بقولك ايه انا جاي ومعايا ضيف ضيف مين لما اجا اقولك بقى بس بقولك ايه والنبي بقولينا شوية اكل حلوين كده شوية بط شوية رزم عمر شوية كشك بقولينا حمامتين وورق عينب اللي عليك يا سيف كنت قلت من بدري كنت لحقت وضبت الاكل فيها فاطمة قدع ودودها فاطمة وتحرجينيش بقى بقولك ايه شوية محش كروم يلا سلام يلا بينا فين يلا بينا فين اخ ربت سيلي احب رز الفلاحين شكلك من واجه بقى حرام وصيف المحلم جعفر ده بقى اماما ابو الرجولة كلها هو اللي خلصت مضوعك جمالك حتى قبل من بقى صحوق تسلم يا معلم ده عجال ويستعر كل خير رجولة الدنيا فيها وانا اعرف الجلب شنبت مش برجولة دوم المحبة معلم وانت بتجاوز اربعة ليه وفي حد بتجاوز اتنين دولوقتي احنا بسانك كما معلم الله أحزك الله معرفت ازاي جواز اتنين كل موزل اتنين ربنا رحيم باعباده حال الاربعة باز تقتل انسان اربعة اكتر من كده يمون لا بس بجد والله معلم مندمتش اعايز الحق ولا بنعم الحق حد دلوقتي لسه شاف نفس كده بعد عمرا طويل بلفح فردة الجزمة على ايدي وبضرب نفسي بيها بقولها لاتني كنت اشت مع واحدة واجعل مهات هو انت بتعمل كده ليه بقولك اما سيف كل جواز اغلت بزروفها مباتقلمش عن جوازاتك بتقلم عن سيف قل لي خلي راجل في سنك يا صاحب واحد من دور عياله بتعايز منه ايه هوا فيها ام ام ايذكود انتا استجدعته بحسه زي ابني مش ابني ابني عايز منه ايه يا معلم ليه بس الكلام ده نحن لسه مكنناش حاجة استنى بس يا معلم ما تدهقش منه والله الدمي دي قطيب واحدة في الدنيا نوعي تكمل أكلك أمك تزوق كله فيها حسك عينك تزعلها رضى الأم بالدنيا السلام عليكم يا معلم استنى يا معلم كلها ماما كل زي ما تابعنا مع حضراتكم ده طبعا مشهد من مسلسل جعفر العمدى الفنان محمد رمضان والفنانين اللبنة وانا سوا يعني مجموعة كبيرة جدا من الفنانين ايمان العاصي زينة مجموعة كبيرة جدا من الفنانين حيامك رمضان السنة دي موسم الرمضاني السنة دي الشركة المتحدة مقدمة مجموعة كبيرة جدا واجبة دسمة جدا من الأعمال الدرامية ومتنوعة توليفة مختلفة من كل الخطوط بقى الفنية إن كان تاريخي إن كان ديني إن كان حتى يمكن اجتماعي كل الأنواع بقى موجودة وكل الألوان موجودة وزي ما تابعنا لو هنتكلم بقى تحديدا عن مسلسل جعفر العمدة في حالة كده فنية لموهبة فنية الفنانة طبعا لوبنا وانس اللي أتكلم عليها تحديدا أو فاطمة زي ما كنا بنتابع في المشهد اللي فات فاطمة قدرت إنها تخطف أنظار الجمهور في مسلسل جعفر العمدة كل مشهد بتمثله الفنانة طبعا لوبنا وانس بيوصلنا بالزبط اللي هي حاسة إيه مشهد بيبقى بقى فيه خوف على غضب على إنها الآن على إن ابنها يروح على فوقت نفس الوقت عايزة تقوله إن هو أبو يعني مشاعر كده كتير قوي إحنا بنحس بيها مع الفنانة طبعا لوبنا وانس تغير بقى كمال مشهد اللي الناس كلها بتتكلم عليه لما رجع مخرج محمد سامي في لاشباك وشوفنا الفنانة طبعا لوبنا وانس من لحظة المشهد ده وكلنا سألنا إيه اللي حصل خلينا عرف من الفنانة لوبنا وانس بنفسها إزاي المشهد ده اتصور بنراحب بحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة كل سنة وانت طيبة يا جميلة ويعود علينا جميعا رمضان بخير يا ربه وعلى مصر الجميلة بكل خير يا ربه وعلى كل المؤمنين اللهم أمين طيب يعني أنا عايز أبدأ معيك من السنة اللي فاتت الحقيقة وجزيرة غمام شوفنا دور غجرية دور قوي جدا 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 كلنا عارفين إن كان فيه فترة غياب مش بسيطة بعدين لوبنا وانس قررت إنها ترجع تاني ورجعتي بقوة ما شاء الله ونهارده شايتين الفجاة فرعون ده دور مختلف عايز أعرف منك لما جيتي ترجعي مرة تانية للساحة الفنية القرار ده تطلب منك إيه؟ ما هو مرحبت مني أجي على نفسي وعلى موهبتي وعلى يعني حقولي الكلمة حتبقى صعبة شوية بزي حقيقة إن أنا ما قلش أنا كنت إيه ولا بعمل إيه مش حاجة اسمعنا مين أنا عايز أثبت أنا إيه مش أنا كنت مين فبدأتهم السفر ما كاتب كست وما جميع ولس على بصي ما صبتش مكتب فيك يا مصر ما دخلتوش وعملت قضيش السعي يعني بشكل عام السعي طبعا موهبة موجودة فعشان كده يعني يشايفين ما شاء الله الحالة الفنية القوية زي ما ربنا بيقول كده إسعي عبد ونسع معك أنا سعيت وربنا كرم الحمد لله الحمد لله يا رب دايما طب احكي لنا بقى عن الجلسات اللي كنت بتعودوا فيها قبل قبل تصوير المسلسل اتكلمتوا وانت بتقري الورق ايه اللي جي في دماغك طبعا المخرج محمد سامي قالك احكي لنا بقى كده كواليس كانت شكلها عمل إزاي أولا احنا عملنا برافات لأن دي طبات الأستاذ محمد سامي لازم يعمل برافات علشان يقول لكل ممثل هو عايز أين الدور وهو وجهة نظره بالضبط اللي حيقدمها ويبقى فيه كينيا ما بين الممثلين وبعض يعني ما نتفاجئش ببعض في اللوكليشف وده طبعا أنا بشكره عليه لأنه يعني من القلاء اللي بيعملوا كده دلوقتي سامي سامي يكلمني عن الدور وقال لي أنا الدور ده بالنسبة لي مهم جدا لأنه في عقب الدراما وداني كل ما نمحه وانا نكرت بقى ساكرت على قد المعطيات اللي هو الدهيني اتفاجئتي بقى بالمشهد بتاع الفلاشباك واحنا بنصور فسألته فقال لي دي مهمتي أنا ده شغلي أنا فالتراحة لأ أبدع لأ دي حقيقة فعلا أنا تخضيت أنا قلت إيه ده إيه ده ما تفرج قلت إيه ده مين دي مين دي يعني لو بجد بجد أنا بشكره من قلبي يعني بجد شابو مبدع فنان بجد بجد وبيحب الممثل قوي 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 لا الحقيقة يعني يعني أنا بحقيقي طبعا وأكيد موصولة شكرا موصولة طبعا للمخرج محمد سامي طيب عايز أعرف منك كمان بقى يعني إحنا شفنا مشاعر مختلطة كتير قوي ما بين أم خايفة على ابنها ما بين كمان ستة عايزة تقول لراجل شايفاء بيدور على ابنه وأن ده ابنه يعني شفنا مشاهد صعبة أن هي تقدر نتوصل للمشاهدين بالشكل ده أصعب مشاهد بالنسبة لك كان إيه وهل في مشاهد أصعب من دي يعني هل أصعب مشاهد عدت في الحلقات اللي احنا تبعناها حتى الآن ولا لسه كمان لا لسه طبعا لسه لسه ستة ديها نفس المشاعر التي شفتها دي هتبقى موجودة في أكتر من مشاهد جايين لأنه زي ما انت قلت كده عايزة تقول له ومش أدري عشان ما يضعش منها وخايفة من بلال لأنه عارف أن بلال ده الشيطان اللي حيفجر الدنيا فكل ده كتناجوا هواها وغضبا عنها بيطلع زي المشاهد اللي كنت بتعرضوه دلوقتي لأن الرجل جاي يأكل عندها بس مش قادرة تنسى أنه ده أبوه يمكن جابتو في لحظة صحيح لا في مشاهد تاني كمان لما حضرتك كنتي مشيا في الشارع بعد ما نزلتي من القطر ده كان صعب جد يعني المشاهد ده كان أبداعتي الحقيقة أنا يعني أنا أعتقد ده يعني ده ما استرسين ده هي ده ما استرسين طبعا أه بضبط هو اللي هو اللي بيقول كل المشاعر اللي انت قلتها من شوية صحيح ما بين خوفها وما بين رعبها وما بين حياتها فجأة معقولة ممكن نبقى شسيف معها معقولة ممكن نسيبها عمرها كده خلاص راح مش عشان عمرها راح هي مش ندمانة اللي بياخد قرار زي ده هي مش مستخصرة بس هي أفنت عمرها عشان خاطر الولد ده وإحنا اللي متابع بالزبط عارف أن هي عندها مشكلة أن هي مش بتخلف فالموضوع صعب يعني أنا طبعا ده بكل تأكيد ده أكيد أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر وألف ومبروك مرة تانية على دور ومتأكدة أن احنا في الحلقات اللي جاية كمان هنتابع أداء أقوى ويمكن كلنا مستنيين لبنى ونس في أدوار تانية كتير جدا بشكرك كل الشكر الفنانة لبنى ونس شايدين يا خليين نروح دلوقتي نشوف مشهد آخر بس كمان الفنان آخر فنان الكبير علاء مرسي شفنا حلقاته في الكبير قوي نرجع لحضراتكم بنتي أنا حاببتي والله بنتي حاببتي يا بنت البتاعة دي بتطرف عيني يعني وبعدين بحجك علي يا مداجك كل عمرك بتفرتك دين بهدلاني آه شفت المفاجأة با أنا عاملك مفاجأة رهيبة العيلة كلها متجمعة وإن شاء الله يلا يلا صباحي كده على العيلة وما تكسفيش ها عندنا قاعدتنا ها أقول لهم كلهم صباح خير عمك وخالتك وعمتك وولد عمك كلهم صباحي عليهم صباحي صباحي الخيم ايها لا، كده هاسع المننقل انا صباحي على ماما ماما ستة الكل ماما ده ايها صباح عليها ده نقر الله هالفتح يا ابنت accepting عليها صباحي قول لها قولي صباح الفل يا ستة الكل يا ابنتي غوغ مام مام برافMP مام بنّه بطيشLaDra يلا روحي بقى كده أعودي جنب حسن خطيبك ايه؟ ايه؟ بتانيه حك دليل ما تكسفيش خالص حسن زي أخوك وخطيبك وبن عمك ها؟ لا 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 انتم تربيين سوا حط موازلي وداني دي انا ما مكسفاش ولا حاجة انا بس مش متذكرة كويس اه اه حسن ده كان المجشة ولا الجردل ولا ايه؟ المخدة يا بنتي حسن المخدة المخدة دي يلا امشي نجري روحي أعودي كامبو يلا صباحي خير عائلتي الجميلة اهلا ازايك امراهيم اهلا وسهلا اهلا صباحي خير شفتي الجمال شفتي عائلتنا الحلوة ايه يا سلام ايه؟ مالك افراحي بايلتك عمك صبحي حسن خطيبك عطيات عمتك ايه شفتي بقى شفتي احنا لما بنتجمع الفطار كعائلة شوفي شوفي بيحصل لنا ايه الشموه بتناور الحياة بتنور فعلا كما قال الأستاذ ويكس يا أخي كنت عسبات وهستني واللي فات دا كان سحري طلعنا منها على خير يا رب تقولي حاجة يا رباب لا دي هي واشا واش الخطوبة بقى مباني وما بين حسن بيقول لي هاتي بوسا اه؟ وبيحك رجلو في رجلي اه؟ بيقول لي عايز كزمة خدة يا نهار سوت والله ما تربي ابنك يا صبحي وإلا قصما عظما أفسخ الخطوبة على الفطار دلوقتي وخليها اتطلاوة على الغداء عيب عيب يا حسن وآسف يا ست عطيات كل ما نفعل بتتوتري مرة في مرة هتقولعي وتتحرقي وتولعينا معاك اهدي باني بس اهدي الكبير قوي وخليها نروح للفنان علاء مرسي أهلا بحضرتك كل سنة وانت طيب أهلا وسهلا أهلا بيك أستاذة جمانا وأهلا بيكم وفي الكليزيون الحديد والأقرب الأقل بيكيزون المصر وجمهوره في العالم كله وكل عام وانتم بخير وربنا ان شاء الله يجعل أيامنا كلها خير اللهم أمين طيب يعني حقيقة حضرتك دايما زهورك حتى لو زهور في مشاهد خلينا نقول مشهدين أو حلقتين زي ما تبعنا في الكبير قوي كضيف شرف دايما زهورك بيكون مميز دايما ليك بصمة دايما بنشوف أنه ظهور علاء مرسي بيعمل حالة كده من الكوميديا والبهجة والضحك مختلفة بصي هو فكرة ضيف الشرف ده إذا كان مؤثر ومهم للدراما والعمل الفني كامل فأنا فورا بمفاعل بيه وبعمله ودايما هو المساكلية أنه الدور يبقى مؤثر في الدراما لو تشال الدراما تحتاج أو مصارها يختل هنا في الحالة دي أنا بحب أبقى موجود في العمل الفني وبيبقى له تأثير طبعا ده بعوامل تانية مع مخرج واعي لقدرات الممثلة اللي جاي يعمل المشهد ده أو الجزء يناخد دراما طيب مشهد زي اللي احنا تابعنا دلوقتي دكتور أو يعني مشهد مريض نفسي والدور ده الحقيقة لو يتعمل يعني يتعمل بشكل يبقى احنا بالنسبة لنا شعب ده مخفيف أصلا فمش أي حاجة يدحك لفا يتعمل بشكل يبقى مبتزل أو سخيف ما يدحكش يبقى زي ما شفنا علاء مرسي بيجسد المشهد ده حضرت للدور ده ازاي هو في مرحل دي أول مرحلة فيها الشكل الخارجي بيبقى عامل ازاي الشكل الخارجي ده بيبقى من تصور للمخفج والكاتف والمسؤولين عن شكل زي الستيليست دي فهم اللي بدأوا الأستاذ عبير الأمثاري والأستاذ أحمد الجندي شايف من خلال رؤية الأستاذ أحمد إن الشخصية دي هيبقى شكلها كده بالشنب ده بالنظرة دي بالكاب ده بالشعر ده بالمشية دي شاف حكا وأنا في نفس الوقت لازم أنا كممثل أفدأ الشكل اللي هم تخيلوه فأنا بمجرد مع دوني الرفرنس ده بالتالي يدففت شخصية بعدين بابدأ أذاكر الموضوع نفسياً يعني لأنه أنا مؤمن أنه الدراما أو الممثل إذا تعامل مع أي شخصية درامية هي شخصية في الحياة وهذه الشخصية قد تكون في الحياة أو قد تكون ستكون في الحياة في الخيال أو قد تكون تمت وكانت ماضي فإذا هي موجودة في خيالاتنا أو في الواقع بجعنا فأنا أبدأ أشوفها فعشان أشوف ده لازم أشوف الجانب النفسي لأنه هو المدخل الحقيقي والأساسي اللي يوديني المرحلة في الصدق الشخصية فأنا دلقت الموضوع نفسياً والشخصية أساساً هي سايكوباتية فبالتالي لابد أن أرجع لموضوع هل ده مرض إيه؟ مرض عقلي؟ مرض نفسي؟ فلاقينا شخصية شخصية مريض نفسي بمرض اسمه العوضي والعصاب أو الانفصام تخيل عدم تصديق الحدث فبالتالي بيشوف شخصياتها مش موجودة أو بيشوف واقع كان موجود مش مصدق أن هذا الواقع يختف الشخصية دي موجودة في حياته ما ذلك فده بيحصل له انفصام الشخصية بي عنده شخصيتين عن نفسي ده عنده بقى مشكلة تانية أنه هو عنده تخيل عقلي كمان عقلته مش قادر يتواءم مع الواقع فهي شخصية أن دخلت لها من هنا فإن هي بقى تدحك أو ما تدحك ما كانتش عضيتي أنا في حساباتي أنا كانت برغم أن أنا في عمل كومي وعمل ناجح وعمل دخل الضيوت على مدار ستة أجزاء وستة أجزاء ناجحين وبنجمة بيه بقى مستي وعمل مهمة ونجوم كوميديا تخرجوا من هذا المسلسل على فكرة وده اللي احنا متعودين عليه دايما من علاء مرسي واحنا نتمنى بقى أن نحن كمان نشوف علاء مرسي فترة اللي جاية في مشاهدك فيه أدوار كتير جدا وأنا متأكدة أن أنت تقدر تعمل حتى يمكن أدوار مختلفة مش بس كوميديا بشكرة جزيل الشكر طبعا علاء مرسي الفنان علاء مرسي نورتاني فيه برنامج التسع وألف مبروك طبعا على نجاح دورك فيه مسلسل الكبير خيروح لموضوع آخر لكن لسا مكملين برضو فيه دراما رمضان من الحاجات الحقيقة الملفتة في دراما رمضان السنة دي هي الموسيقى التصويرية اللي بتلعب دور مهم جدا فيه أحداث المسلسلات على رأس الأعمال دي وعلى رأس الأعمال المميزة الحقيقة فيه موسيقاها التصويرية لمسلسل الكتيبة 101 ولقدمها الموسيقار خالد حمد كمان السنة دي بيخود تجربة مختلفة في الموسيقى التصويرية لمسلسل جعفر العمدة مسلسلين خطهم الدرامي مختلف تماما خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الموسيقار خالد حمد برحب بيك ومنورنا في التساعة وكل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيبين أعلم محظمتك وانت كل الناس كل سنة طيبين طيب يعني أنا ببارك لك طبعا على نجاح الموسيقى التصويرية للمسلسلين هنروح نسمعهم ونرجع نكمل كلامنا معك على طول اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى خارد حمد طبعا برحب بيك مرة تانية واحنا بنتفرج على مسلسل كتيبة 101 أو مسلسل جعفر العمدة دايما الموسيقى التصويرية لأي عمل درامي بتبقى مصاحبة لنا في مشاعرنا حتى واحنا بنتفرج في وقت ما انت كنت بتتخيل شكل الموسيقى ان كان لكتيبة 101 أو جعفر العمدة ايه العوامل اللي انت بتعتمد عليها؟ بالتأكيد طبعا احنا عندنا المخرجين والناس بينقلولنا بقى كل التفاصيل بتاعة العمل وبدخلولنا في القصة كما لو كنا شايفينها لان احنا اكيد بتكلم من قبل العمل التصوير بتاعه كده فاحنا بنكون يعني تقريبا شايفينه ومتخيلينه من كتر الحكي بتاع المخرج معانا وكلام الكتير وكلام عن كل شخصية وكلام عن الاحاسيس والمشاعر اللي بوجه كل موضوع طيب زي الواحد عنده تصور كامل كما لو كان شايف المسالسة قبل ما يتصور فده اللي بيخلينا ايه بنشتغل على هذا الاساسي من خلال جلسات الاعداد او البروفات اللي تبقى موجودة في الاول اه الكلام والحكي الكتير في الاول ان المخرج دي بقى شغال اكيدها بشهور طويلة ممكن سنة فبنقدر يعني بيعود بيحكي بيعرف يخلينا زي ما تقولي ايه بنشوف الصورة تقريبا طيب زي ما كنت نتكلم يا فندم انه ممكن مسلسل كتيبة مية واحد خط درامي مختلف طبعا عن جعفر العمدة هل هنا الالات الموسيقية بتختلف ايه اللي بيختلف لا لا ده كل حاجة بتختلف لان هو ممكن انا كان حظي الحمد لله حظي كويس لان انا اشتغل عمليين من نوعين مختلفين فهو طبعا اختلاف النوع نفسه والقصة والجنر نفسه بيخلي الواحد يروح لاتجاه مسلسل مختلف تماما احنا عندنا واحد فيهم اجتماعي اه واجتماعي بشكل خاص بشكل معين بشكل اللي عمله المخرج محمد ثاني ومحمد رمضان في الفجاعة في العمدة ونحن الثاني عندنا كتيبة مية واحد موضوع مختلف تماما موضوع شوية قومي وعسكري وفيه موضوع تاني خالص فهتلاقي نوع الموسيقى بيختلف الالات بتختلف السيغة اللي بتتكلم بيها بتختلف طبعا طبيعي جدا لما عندي موضوع اجتماعي بأتكلم بلغة معينة زر لما عندي موضوع شوية فيه حربي او كده الالات بتتغير الاقعاط بتتغير الشكل الحباس اللي هنا غير اللي هنا وهكذا التيمة او الجومة الموسيقية نفسها بتكون مختلفة مظبوط كده اكيد كل حاجة بتختلف حتى طريقة الكتابة بتاعتها اللي بعاد فيك طريقة الالات السرعات كل الحاجات دي بتختلف وما عندي مشهد فيه معارك وفيه حاجات وغير لما عندي مشهد فيه اجتماعي بناسبة الكتابة في كشكل اجتماعية ومساعدة في البيت ده موضوع ده موضوع اكيد الهيانة انا بهنيك على نجاح الموسيقى التصورية ان كان لمسلسل كتيبة مية واحد او لمسلسل جعفر العمدة وبحييك بكل تأكيد موسيقار خالد حمد بشكرك جزيل الشكر كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية مشهدين نروح للفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في التاسعة براحب بحضراتكم مرة تانية زي ما كنا منتكلم معاكم قبل الفاصل عن دراما رمضان المسلسلات الحقيقة اللي احنا يمكن متابعينها خلال شهر رمضان لغاية دلوقتي حوالي تسع حلقات من المسلسلات شفنا حاجات كتير قوي وشفنا يمكن اداء مختلف للنجوم كتير جدا يمكن زي من اهم العوامل او من اهم الحاجات اللي لفتت نظر الجمهور في دراما رمضان عشرين تلاتة وعشرين هي ظهور نجوم متعودين عليهم في رمضان لكن بادوار جديدة شايفين اختلاف تام يمكن في البعض منهم حتى ندوك فني قوي جدا ده غير بقى حارة التنوع كمان اللي احنا بنتبعها الحقيقة خلال مسلسلات اللي بتعرضها المتحدة السنة دي لأول مرة على سبيل المثال بتشوف نيلي كريم في دراما صعيدية أمير قرارة بيقدم مسلسل سوء الكانتو اللي بيدور فيه فترة العشرينيات هالا الصدقي اللي عملة دور يعني فعلا حلو جدا دور شعبي طبعا مسلسل جعفر العمده النجمة يسرى لراحة الكوميديا كمان ياسر جلال الرجال الدراما الاجتماعية العائلية يعني مسلسلات كتير جدا جدا محتاجين نتكلم عليها ونتكلم كمان على نجوم مسلسلات السنة دي معانا ضفتنا النقضة الفنية دعاء حلمي نورونا وكل سنة وانتي طيبة وانتي بخير وجمهور كله بخير يا رب ممكن انا وانتي وحن نتكلم قبل هبايا دعائكم لتكلم ان فيه مسلسلات كتير جدا وفيه حاجات كتير جدا فعلا حلوة لحد دلوقتي شايفة ايه افضل المسلسلات اللي موجودة الحقيقة ان هم كتير زي ما حابت قولي وفكرة الاهتمامات المختلفة لازم حد من الجمهور هيبقى حابب تيمة معينة وحد تاني من الاسرة مثلا حابب شكل معين فاحنا الميزة ان احنا المراضي بجد السنة دي ارضينا جميع الازواء فيه عندنا الكوميدي فاللي عايز يتابع فيه عندنا ثلاث مسلسلات كوميدي جايدين جدا يسرى الكبير الصفارة فالاهتمام ده موجود التاريخي والديني عندنا الساسبنس او الاكشن والعسكري بالكتيبة 1101 ولسه عندنا حرب نازل اخر عشر ايام في رمضان فيه عندنا الدراما الاجتماعي فيه عندنا الدراما الصعادية نازلين باربع مسلسلات فانت الفكرة انه مفيش حد مش هيلاقي الحاجة اللي هو بيستهويها لكن لو علي انا انا بحب شوية الحاجات اللي هي طبع تقيل شوية ان انا بقدر افكر فيها باكتر من بعد فانا عجبني عملة ندرة لانه جديد على نيلي كريم جديد على العدل جروب بقى انا كتير مرحناش منطقة الصعيدي بالذات فعجبني عملة ندرة عجبني سره الزهور احمد عيد كمان بالزبط لا المسلسل مليان بصراحة نقط قوية يعني عجبني اكيد سره البيت عشان فكرة ان انتي بتتكلمي في اكتر من موضوع لا الحقيقة ان السنة دي فعلا فيه سوق كانتو كمان هاي الامير قرارة ومياه زدين لا التركيبة كلها السنة دي اكيد لازم هتبقى مرضية لجميع الفئات دي هيئة طب لو روحنا بقى الجعفر العمدة برضو كنا بتتكلم انا ويتي قبل الهواء تكلمنا على الحالة النسائية اللي في المسلسلة صحيح طبعا محمد رباندان اصلا نجم كبير يعني مش هنتكلم لو تكلمنا عليه هنحتاج يعني نتكلم فترة واعماله ناك هنكحة كلها ما شاء الله بس الحالة النسائية اللي موجودة في المسلسل ده عظيمة النجمة هالة الصدقي دور صف صف حلوة جدا يمكن كمان شفنا ايمان العاصي ماي كساب حالة حلوة جدا انت شايفة مسلسل جعفر العمدة مختلف ازاي عن مسلسلات محمد رمضان يمكننا هنشوفنا مسلسل مثلا برنس فيه ناس ممكن ما تبقاش لست تفرجت على مسلسل جعفر العمدة لسه مبتدتش اتبعوا ويقولك ما هو شبه لمسلسلات اللي فات شايفة ايه المختلف فيه المختلف ندم ساحات كبيرة للناس اللي حواليه البرنس نوعا ما كان بيدور حواليه يعني ما كانش فيه حد تاني تقريبا ملفت قوي غير كلهم مرضات لي او نوعا يزودوا القهر عليه يزودوا الضغط النفسي وعليه عشان البطل بتاعنا تراجيدي يكمل يعني لكن هنا لا مديم ساحات تحس انها ايمة اكتر على الارتجال شوية فالستات بيعملوا اللي هم عايزينه هو مش عارف يصد ولا يرد معاهم لان بيبقى الكدر الواحد فيه مثلا اربع ستات او خمسة امه كمان فببقى خمس ستات وهو فبحس ان هو بيتو معاهم يعني يعني بيعايز يجريهم وكلهم بالذات فيهم السنسة الكوميدي ده حتى زينا دخلت معاهم في التراك الكوميدي لكن هلا صدقي بالنسبة لي يا عمود الخيمة معتقدش ان فيه ام تانية كتا تعرف او موسلة تانية هتعرف تعمل دور الام ولو اني انا مكنش حابة قوي فكرة انها تبقى والدة فهيم اللي هو اخوه اللي هو الكبير في السن حسنا ان هو يليق جزها ليه مطلعينه الدور حالو بس كان نفسي بقى سنة صغير لكن كسر الايحق كل شوية انا مش حاسة انها امه فهلا صدقي لا هي عمود المسلسل ده وده انا شايفة ان هي اخيرا هي السنة اللي فاتت سايح شفناها في اكتر من حاجة على شغل المنصات كتا عاملة دور مثلا مامة امينة خليل في مسلسل فهنا لا بتاخد مسحاتها اكبر وانا شايفة ان هلا صدقي تقدر تشين مسلسل بتاعها تماما صحيح فالفرصة دي بقى هي فكرة بقى ان ميزة رمضان ان بيتقلب التربة ان كل مرة بيبقى موسم اكتشاف ناس جديدة ودم جديد للدراما بتاعتنا لان احنا العنصر التمثيل عندنا ده لا غبار عليه عندنا مميزات وطاقات تمثيلية هيلة هو وقسم الاخراج يعني الحقيقة الاتنين دول متميزين جدا يمكن باقي الفروع بنتطلع وننزل على حسب العمل لكن دول مضمونين الصورة عندنا كمان باعت حلوة قوي خاني بردو سألك عن المسلسلات الكوميدية احنا يعني في حتة كده بتكون تشالينجينج او فيها تحدي بالنسبة لمسلسلات الكوميدية احنا ماينفعش حد يدحكنا بسهولة صعب جدا وناقضين لدعين يعني للكوميديا شايف الحالة الكوميدية اللي موجودة دلوقتي تقييمك ليها ايه حلوة قوي في حالة الاهتمام بالسكريبت وانا شايف ان الوحيد اللي بينطبق عليها هذه الحالة احمد امين احمد امين من عشان هو كتيب كويس وعشان هو جاي من السوشال ميديا وعشان هو بيعرف مالتي تالنت بيعرف يعمل حاجات كتير ونفس الحكاية احمد ماكي لو تلاحظي الفنانين المتعددين المواهب دايما بيجيدوا الكوميدية لانه بيبقى لعب موسيقى وبيغني وابقى بيعرف يلقط كويس التون ويغني معاه فبالتالي انا شايفة ان احنا مكسبنا السنة دي ان الاتنين عندنا موجودين في دراما رمضان احمد امين انا من المتحيزين ليه بشكل قاتل وشديد جدا لانه ممثل كمان تراجيديان وشوفنا السنة اللي فاتت في جزيز الرغمان فانا من عشقي احمد امين وفنه المسترسل دوت فده اللي حصل السنة دي الحمد لله في الصفورة اللي احنا اول مرة بنشوفه بطولة كوميدية في دراما رمضان مسيطر الناس بدأت تحب المسلسل فانا من المتحمسين لجد وعرفة تحس ان هو كوميديا هادية يعني ما تحسيش ب يعني تحسي الرتم كده مايشي هادي وبتتحكي والمسلسل لطيف وفعلا يعني فيه كمان الممثلين اللي بيشاركوا معا في المسلسل كمان كويسين جدا الكاستن كمان هايل مش عارفة انا حاسة ان انا عشان متفرجة ومذكرة للحكاية بس شطرة صح طبعا وحاسة ايه اللي خاطف قلبك اصلي الجمهور دايما انا مش مع معقولة فكرة ايه ان الجمهور غلطان او جمهور عايز ايه او لا الجمهور لو شاور على حاجة بيبقى عنده حق انت اللي لازم كناقد تسمع الناس دي سقفت ليه لانه مش طبيعي ان عدد كبير من الجمهور يا زي اغني المهرجانات ناس كتير يقولوا لا ازاي يسمعوا مهرجانات لا هو طالما شاور على حاجة يبقى فيه حاجة لمسته اذا هيرى في عبر عنها فبقيت الحكاية وان تو وان بينه المغني او المطر ده حقيقي طيب نروح لمسلسل الامام الشافعي وجبة ده سمع عظيمة كنا محتاجينها والهايل اللي في الموضوع ان انا استعنت بمخرج ده لا يتحجه او مخرج سوري قوي وده الميزة ان مش معقولة انا عشان مزيد من الشفونية لا انا عناصري تبقى كلها مصرية صحيح لا احنا في الوطن العربي هتلاقي مثلا دول الخليج متميزة بحاجة سوريا ودول الشام عموما بتلاقيهم متميزين او في اللغة العربية وجيدين على مستوى الاخراج وعلى مستوى الحقبة التاريخية تحديدا فميزة ان احنا نستعين بقى بالعناصر دي زي ما هم كمان بيستعينوا بنا لان احنا اقوية زي ما قلنا في عناصر معينة ده بيعلي من قمة العمل وده اللي حصل في رسالة الامام ان انا عندي مخرجين جيدين جدا في اللاين التاريخي فانا استعنت بلا يتحجه عشان يكمل الصورة مع تمثيل رائع طبعا لخالد النبوي طبعا هو شخص متميز باحساس وبسنس ومميز في المنطقة دي شفناه مملك النار زمان ودلوقتي فرحانين بي في الدورة كان ليه مسلسل كمان قديم يعني انا مش متتذكرة اسمه برضو كان مسلسل تاريخي قديم احنا يمكن ابتعدنا عن المنطقة دي لكن مصر كان ليها بالمناسبة مسلسلات تاريخية قوية جدا يعني اتذكر منها مسلا عمر بن عبدالعزيز طبعا الفنان الكبير نور الشريف اللغة عربية قوية جدا وسليمة جدا اخراط كان هاي الوقتها لوقتها واتعادنا عن يمكن الخط الدرامي ده لفترة وفي نفس الوقت يمكن الدراما السورية قدرت انها تتصدر فيه بشكل كبير فدلوقتي بعتليها الخبرة الاكبر زي ما كنت بتتكلم صحيح فلاق الحقيقة المسلسل ده محتاج كلنا نتفرج عليه وبرواءة وحتى بعد رمضان كمان يتم مقاعدته تاني لانه محتاج تركيز شديد صحيح دي حقيقة طيب لو هنتكلم عن فيه كده احيانا مسلسلات بتبقى جيدة جدا ولكن بتطوه في النص تبقى عايزة عين خبيرة تبقى بتتفرج وهي بتعدي كده تبقى عارفة ان المسلسل ده حلو بس يمكن لسه هيسخن شوية يمكن المسلسل ده حلو بس تايا في النص حسن فيه لحد دلوقتي مسلسل مش واخد حقه لا انا شايفة ان فيه ردود افعال المسلسلات كلها مفيش حاجة لغاية دلوقتي مش متشافة بشكل كبير لا الناس بتتكلم على كله سواء بالسلب او بالاجاب او ان هم يعملوا زوم على كل شط ده متاخد منين وده متاخد اصله ايه فالحقيقة لا ما حد تركيز الناس مركزة بشكل كبير جدا لكن انا شايفة ان سره الباتا بروائق يعني مبزول فيها مجهود ضخم جدا على مستوى المجامية على مستوى الاتساسورات لانها كلها حقب زمانية فمحتاجة لها تصليل دوق اكتر معادة طبعا الكتيبة عشان فكرة كمل معارك وكمل احداث اللي بتحصل فبرضه محتاج تصليل دوق اكتر وتركيز اكتر طيب شايفة مين الفنان اللي تقدار يتقولي عليه حصل له حالة نضج فني من السنة اللي فاتت لا السنة دي كتير تحسين هما لما قعدوا كده ترستقت الحكاية والموهبة وظهرت بشكل كبير عندك علاء مرسي في الكبير والناس فرحت به جدا زي ما قلنا هلا صدق عندنا احمد عيد في عملة ندرة عندنا محمد فهيم اللي كان من اخر حاجة عملها سيد قطب والدور اللي هو زي ما تقولي اتقفل وراء لانه تحبس فيه دايما اللي بيعمل سيرة زيتية بتحبس جواه صحيح فالحمد لله ان هو ايه تم فك لهذا الاسر يعني وان هو انطلق في دور مختلف فلا الحقيقة هو ده ميزة ان انتي بنبقى تول السنة بنبقى الوف سيزون بياخدوا ممثلين كتير المنصات بياخدوا ممثلين مننا كتير فاحنا لا احنا لا ننضب فبالتالي كل شوية بيحصل تقليب فدي الميزة ان انتي بقى عندك ناس جديدة ده زي ما يكون ايه عارفة لكل حاجة اضرارها وكل حاجة مميزتها من مميزات الفكرة انتقال النجوم لمنصات مختلفة والدول العربية مختلفة ان انتي بقى عندك فرصة ان انتي لان طبعا ارتفع اجورهم فدي بتبقى يعني هاي باجت وضغط كبير على المنتج فالميزة ان فضوا اماكن لصف تاني يصعد وصف تاني يصعد فبقى نشوف حتى على مستوى النجومية او تصدر المشاهد بتلاقي ناس تانية زي رحمة احمد السنة اللي فاتت وكان غيرها كتير وهكذا لو اعتقد انه فكرة كمان انه الممثلين يبقوا حتى لو بيبقى شغلهم من خلال المنصات اعتقد ده في حد ذاته تدريب للموهبة يعني اللي بيتقيله يمكن السكيل بتاعتهم اكتر او موهبتهم اكتر كمان ده هييه بس الفكرة ان انا كمنتج اما اجي اطلب ممثل يقولي لا ده انا مرتبط بثلاث مسلسلات بره وانا اجري بقى الضعف اربع مرات طيب خلاص خليك انت كنجم روح هناك وانا هطلع حد تاني فده بتشوفي طبعا كل حاجة ليها مزاياها وليها عيوبها لكن حتى يمكن ده برضو بيثقل شوية بيثقل طبعا الشاشة وبيثقل كمان موهبة النجم يعني فيه نجوم كنا بنتباههم حتى زمان في البداية ممكن يكونوا وجه لطيف فيه بوادر موهبة بس بعد شوية بعد اعمال كتير لا عارفة زي مين زي يسرى اللوزي يسرى اللوزي يسرى اللوزي قدمت بانوتة الكيوت الرقيقة صوتها يدوبك نعمة خالص لا مثلا السنة دي في جميلة شايفانها شريصة شريرة فيه ندوك كده وفيه فبارات كتير تظلموا في الستيريوتايب منهم من اللي كريم نفسها او ما ظهرت برضو كان البانت الكيوت قريهام عبدالغفور للأسف أختم مسلسل علاقة مشروعة صادم جريء غريب نياسر جلال أصلا احنا يمكن انا و هو كنا اختلفنا شوية قبل رمضان حتى قوله روحت ليه اجتماعي وحاجات كده يقولي والله لما تشوفيني هتعرفي ان انا ممكن اروح اجتماعي والغريبا ان هو لأ انا مقنع جدا دم المسلسلات اللي انا كنت شايفة ان ممكن يبقى افسي عشان فكرة ان هو اجتماعي صرف بس لما تعرضت في رمضان ولاقيت الناس مهتمة فقالت واي نوت دي فكرة حلوة ومحتاج مشاهدة كمان بعد رمضان انا كنت زيك على فكرة يعني كنت قلت بالمسلسلات اللي ممكن اتبعها بعد رمضان بس لا المسلسل زي ما قلت غريب وصادم وسريع واحداثه سريع جدا فما تحسيش بملل بالعكس تحسي انتعرفي على طول ايه اللي هيحصل بعد كده على اي حال يعني حتى وإحنا بنتكلم احنا مخلصتاش يعني المسلسلات كلها بالعكس احنا اتكلمنا يمكن على جزء بسيط جدا مسلسلات فعلا حلوة ومسلسلات كتير جدا احنا ما تكلمناش عليها تستحق ان احنا كنا كنا نتكلم عنها لكن للأسف لضيق الوقت ملحقناش انا بشكور الجزيل الشكر طبعا الناقضة الفنية دعاء حلمي نورتين برنامج التساعة واكيد هيبقى دينا لقاء اخر نتكلم على الحلقات اللي جاي من المسلسلات مسلسلات تانية نورتين مرسي جدا وشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج حضرتكم التساعة ان شاء الله حلقة جديدة بكرة بنفس المعيز اشكركم جزيلا شكر كل سنة وانتفقين